أما وزارة الصحة دكتور أحمد عماد الدين راضي وجه بنعقاد غرفة أزمات لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين والتنسيق مع المستشفيات والإدارة المركزية للرعاية الحرجة وهيئة الإسعاف والقطاع الوقائي لاستقبال أي بلغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري والتعامل معها على الفور والوزير قال أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة والمستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات الحميات يعني بجميع المحافظات ربنا يا رب يعني يكتب السلامة للجميع